قرص النشادر او القرصة بسكر كانت زمان بتبقى موجودة في الدكاكين بتبقى محطوطة في صاق كده صاق فيه قرص بالشمر وصاق فيه القرص اللي بالنشادر او قرصة السكر دي كنا بنروح نجيبها كان بيبقى جنبيها كده الكياس اللبن المبسطر بتاع مصر للقلبان زمان كنا نجيبها ونسخن اللبن بقى جدتنا تغليهولنا ونسقي القرص دي يا سلام كان بيبقى طعمها جميل بتدوب في البقء دوابان بتميزها قوي بالطعم الجميل واللون الرائع ده على طول على طول اهم حاجة فيها السمنة البلدي انا هجيب 3 معالق كبار من السمنة البلدي بالمعلقة الكبيرة بتاعت الرز هحط كده السمنة في الطبق وهحط عليها على طول على طول كباية من السكر السكر يكون خشن وهندعك به السمنة لحد ما يمتزجه مع بعض كويس قوي هحط كده كباية السكر دي كباية صغيرة العادية خلص هقلب بقى السمنة مع السكر تقليب كده سريع مش مهم ان هي الدوب قوي لسه احنا هنحط بقية المكونات التانية زي ما انتو شايفين اهم حاجة اكون اتمنت ان السمنة والسكر امتزجوا كويس هجيب بقى عليها كده بضاية واكسرها ومدام هنحط بيض يبقى لازم نحط فانيليا طبعا طعم الفانيليا وريحتها هي اللي بتميز القرص دي هي والنشادر فهحط كده شوية حلوين من الفانيليا الخام اللي معليهاش سكر وهبدأ ان انا اقلب البيضة مع السمنة والسكر هقلبهم بقى كده كويس وبعد كده المكون الرئيسي اللي هيخللنا القرص بتاعتنا دي مميزة جدا هي النشادر احنا بنجيب النشادر من عند العطار بيبقى ده الشكل بتاعها لونها ابيض كده وخشنا شوية علشان نعرف ان النشادر بتاعتنا شغالة وجميلة قوي لما بندوبها في الحليب الدافي لازم تفور وتعلى وتبقى جميلة قوي كده تبقى هي مش مركونة عند العطار وتبقى مظبوطة وحلوة قوي جبت نص كوباية من الحليب الدافي اهم حاجة يكون دافي مش سخن وحطتها دي كانت نص كوباية حليب بصوا بقى بدأت تعلى ازاي وتفور تفور زي ما انتوا شايفينها كده كل ما قلب فيها بلاقيها بتفور اكتر هي دي النشادر النكحة اللي هتخليلي القرص بتاعتي عشر على عشر ان شاء الله حطتها كده بقى النشادر بالحليب بعد ما دابت كويس قوي مع السكر والسمنة والفانيليا والبضايا وقلبت كده كويس قوي مع بعض وخلاص كده الحاجات الاساسية بتاعتي اتحطت مش فاضل غير 3 كبيات من الدقيق هحط كوبايتين كده واركن كوباية على جنب ونبدأ نعجن ونحط الكوباية الاخيرة التالتة دي بالتدريج انا حطى كمان رشة خفيفة من الملح مع المكونات بتاعتي علشان طعم السكر يكون معتدل ومظبوط اوي خلاص اول كوباية من الدقيق حطتها حطت كده برضو بقيت الكوباية التالتة وبدأت ان انا قلم العجينة بتاعتي احنا بنلمها لان دي زي البسكوتات كده خلاص اخدت التالت كبيات كلهم ممكن تحتاج مننا لرشة كمان من الدقيق او ما تحتاجش تبع ما الدقيق بتاعنا بيشرب السويل ما شاء الله العجينة ممتازة يا جماعة حلوة اوي 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 هحطها بقى كده في الطبق وهبدأ ان انا اشكلها على طول جبت الصاج بتاع الفرن هديله دهنة خفيفة خالص من الزيت احنا القرص بتاعتنا مليانة سمنة وجميلة اوي هحط كده العجينة بتاعتي وعلشان تطلع الدوير بتاعت القرص مظبوطة هاخد حتة كده اشكلها في ايدي وما بين كسين كده واضغطها عشان ايديه ما تبقاش مبصمة على القرص وتبقى مظبوطة وجميلة اوي ورشة السمسم بقى المميزة عليها هحطها كده على الوش رشة سمسم خفيفة خالص وهاخد القرصة كده بالراحة واحطها في الصاج بتاعنا الجميل ناخد بالنا لو تلاحظوا انا عاملها رقيقة لان القرص دي بتمفش اوي ان النشادر بيخليها تنفخ فاحنا بنعملها كده علشان يبقى حجمها يا دوبك مظبوط جدا جدا لما تستوي هحط بقى برضو حتة تاني من العجين ما بين كسين كده زي ما شفته واشكلها برضو شكل القرصة الجميل ورش على وشها السمسم ما شاء الله هتعمل لي كمية كبيرة انا هشكل بقى العجينة كلها زي ما انتو شايفين 3 كبيات الدقيق ما شاء الله ادوني الصاق ده والصاق ده كمان عملت بيهم الكمية اللي انتو شايفينها دي الفرن شغال على درجة حرارة 180 شغال من فوق وتحت مع بعض هندخلها مشاك كامل من 10 ل 12 دقيقة لان دي عاملة زي البسكوتات بالزبط لو وصلت بقى للجزء ده من الفيديو ما تنسوش ان انتو تدعموني باللايك والشير وتقولولي كمان انتو بتتابعوني منين وتتابعوني على قناة الوصفة وقناعتي والفيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيفيناس عباس ايه نوسة انا نوسة الجمال ده ما شاء الله انا بوريكم المراحل بتاعت السوة بتاعتها في الاول كانت رفيعة ودلوقتي نفشت خالص ان شادر بقى اشتغلت حاجة كده جميلة والريحة مش قادرة اوصف لكو اللي مليا المكان بجد بجد تحفى ما شاء الله اللون مميز جدا لدهنها حاجة هي ده اللون الطبيعي بتاعها لان هي مليانة بقى خير السمنة والحاجات الجميلة اللي احنا حطينها والحليب فاديها اللون الرائع دوت خلاص كده بقى زي ما انتو شايفين مش هنستعجل ونخلعها بسرعة هي بتتخلع لوحدها خالص من الصينية زي ما انتو شايفين كده اللون من تحت دهبي ومن فوق دهبي انا بس هديها تغطية كده بالفوطة علشان بس تبقى جميلة وتاخد الطعم اللي بيبقى المفاتفة بتاعها اللذيذ ده اللي عامل زي البسكوتات وفي نفس الوقت يعني زي القرص اللي اتنين مع بعض خلاص كده التانية هي بادورها قدامكم علشان تاخد لون من كل نحية ودي بقى هسيبها متغطية كده بس بورها لكم خلاص ما شاء الله التانية برضو قعدت اتناشر دقيقة وطلع نفس اللون الاولانية يعني ما فرقش سوينا في الصاغ الالمونيا زي بالزبط ما سوينا في الصاغ بتاع الفرن حاجة جميلة قوي خلاص بقى ادي القرص بتاعتي كلها تعالوا بقى نقطع ونشوفها هي عاملة ازاي حاجة كده بجد بجد بريحة الزمن الجميل يعني دي احنا مش بنلاقيها دلوقتي خالص خالص ولا في اللفران ولا في السوبر ماركت فاحنا بقى نعملها ونرجع ولادنا للاصالة بتاعت بيت جدتنا بتاع زمان بصوا يا جماعة انا اول ما بقصرها مش ممكن حاجة كده دايبة دواباني يعني ايه ده ايه الجمال ده انا طبعا مش عايزة ااكل ولا اي حاجة انا بس عايزة ادوق علشان اطمنكم فاخد قطمة كده لا بجد الطعم رائع مش محتاجة غير كباية لبن مغلية جميلة كده الحليب بتاعنا بمعلاقة سكر ونشربها معاها حاجة كده جميلة هحطها بقى كده في طبق واشد عليها استريتش واخليها موجودة للولاد اللي عايز بقى مع فنجان قهوة مع كباية حليب مع كباية شاي حاجة كده جميلة بألفة هنا وشفها ويراب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنردوكم شكرا